اهلا ومرحبا بكم اعزائي طلاب الصف الاول الثانوي التجاري في حلقة جديدة من حلقات دروس منهج مبادئ المحاسبة المالية اليوم ان شاء الله نستكمل مراجعتنا على مقرر الفصل الدراسي الاول من منهج مبادئ المحاسبة المالية في الحلقة السابقة اتعرفنا على شكل اختبار الفصل الدراسي الاول ورجعنا الموضوعات اللي اتناولناها في الفصل الدراسي الاول اليوم ان شاء الله هنستكمل حادثنا او المراجعة الخاصة بالفصل الدراسي الاول في الحلقة السابقة اتكلمنا عن السؤال الاول اللي ممكن يجيلي فيه الاختبار وقلنا اننا السؤال الاول ممكن يجيلي فيه تسجيل العمليات في دفتر اليومية وترحيل هذه العمليات لاحد الحسابات بدفتر الاستاذ وخدنا كذا شكل من الاشكال الاسئلة اللي ممكن تجيلي على مهارة تسجيل العمليات بدفتر اليومية وترحيلها لدفتر الاستاذ واوضحنا ذلك باجاز اليوم ان شاء الله هنستكمل حادثنا عن الجزء التاني من الاختبار في الحلقة السابقة عرضنا السؤال الخاص بالقوائم المالية بيجيلي سؤال بيقول لي عد القوائم المالية بالطريقة القديمة او التقليدية بيطلب مني الحسابات الختمية اللي هي طبعا زي ما احنا عارفين اعزائي الطلاب بتشمل حساب المتجرة وحساب الارباح والخسار وبيطلب مني اعداد الميزانية العمومية في نهاية الفترة المحاسبية ايضا ممكن يجيلي في نفس السؤال يقول لي عد ميزان المراجعة يعني ممكن يجيب لي زي ما اوضحنا يقول لي جيب لي رأس المال مجهول ويقول لي عدي ميزان المراجعة واوجد رأس المال في بداية الفترة طيب تعالوا نشوف السؤال اللي احنا ما اسعفناش الوقت في الحلقة السابقة ان احنا نحلو مع بعض وانا ادتكم فرصة تحلوه فياريت تكونوا معايا وترجعوا الحل اللي انتو قمتم بيه مع اللي احنا هنقوم بيه في حل هذا التبريد تعالوا نشوف السؤال الرابع بيقول زهرت او استخرجت الارصدة التالية من دفاتر منشأة السواح في 31-12-2020 وجايب لي ارصدة الحسابات المشتريات والعملاء واكذا وبعدين بيقول لي فإذا علمت ان بضاعة اخر المدة قد درب بمبلغ 160 الف جنيه بعد كده بيقول لي المطلوب تصوير حساب المتجرة وحساب الارباح والخسائر في 31-12-2020 واعداد الميزانية العمومية في نفس التاريخ ايضا 31-12-2020 اول خطوة اعملها عزيزي الطلاب بعد مقرأ التمرين كراءة جيدة وافهم المطلوب مني كويس ابتدي طبعا المطلوب الاول هيكون عايز مني حساب المتجرة وحساب الارباح والخسائر هبتدي على طول اعد حساب المتجرة وحساب الارباح والخسائر اسطر حساب المتجرة واسطر حساب الارباح والخسائر ثم اسطر الميزانية العمومية زي ما انتو شايفين معايا عزيزي الطلاب بصوا كده معايا على الورق امامي انا اعديت حساب المتجرة وحساب الارباح والخسائر والميزانية العمومية هبتدي بقى ابص على الارصدة الموجودة في السؤال وكل رصيد من هذه الارصدة اعمل له توجيه محسابي للحساب اللي يخصه او للميزانية العمومية تعالوا نشوف اول رصيدة عندنا بيقول لي المشتريات 200 الف جنيه طيب المشتريات دي بتظهر فينا عزيزي الطلاب بتظهر في حساب المتجرة في الجانب المدين زي ما احنا شايفين امامنا الان وابتدي اكتب حساب المشتريات او المشتريات على طول واكتب مبلغها في المدين ب200 الف جنيه الرصيد اللي بعده بيقول لي العملاء 70 الف جنيه هروح على طول على الميزانية طبعا انا عديت حساب المتجرة وحساب الارباح والخسائر والميزانية العمومية هروح على الميزانية العمومية وبعدين اخود بقى 70 الف جنيه لهم رصيد العملاء طبعا العملاء ايه اصل من الاصول المتدولة في جانب الاصول في الميزانية ضمن الاصول المتدولة هكتب عملاء واكتب فيه خانة المبلغ في الجزء سبعين ألف جنيه الحساب اللي بعده أوراق القبض 24 ألف جنيه أوراق القبض أيضا أصل من الأصول المتدولة أكتب على طول عندي فيه الأصول المتدولة 24 ألف جنيه في الجزء أوراق القبض عندي بعد كده 32 ألف جنيه أوراق الدفع وأوراق الدفع عزيزي الطلاب خصم من الخصوم المتدولة هروح على طول على جانب الخصوم ضمن الخصوم المتدولة واكتب أوراق الدفع وفي الجزء أكتب 32 ألف جنيه عندي بعد كده عزيزي الطلاب مرضودات دخلة والمردودات الدخلة يا عزيزي الطلاب دي مرضودات المبعاد وقلنا مرضودات المبعاد بتظهر في حساب المتجرة في الجانب المدين أوراق على حساب المتجرة في الجانب المدين واكتب 6000 جنيه مرضودات دخلة الحساب التالي 5000 جنيه مرضودات خارجة والمردودات الخارجة اللي هي مرضودات المشترات وبيظهر في حساب المتجرة في الجانب الدائن هروح على حساب المتجرة في الجانب الدائن واكتب مرضودات خارجة بمبلغ 5000 جنيه بمبلغ 5000 جنيه عندي خصم مكتسب ب10000 جنيه والخصم المكتسب أيضا بيظهر في حساب المتجرة في الجانب الدائن في الجانب الدائن في حساب المتجرة هكتب خصم مكتسب مبلغه 10000 جنيه عندي بعد كده خصم المسموح به 5000 جنيه وبيظهر أيضا في حساب المتجرة في الجانب المدين هروح على الجانب المدين اكتب 5000 جنيه حساب خصم مسموح به عندي بعد كده 80000 جنيه عكارات زي ما احنا شايفين على الشاشة اعزائي الطلاب 80000 جنيه عكارات هروح طبعا العكارات اصل من الاصول السابتة هروح على طول على الميزانية العمومية ضمن الاصول السابتة واكتب في الجزء 80000 جنيه وفي خانة البيان اكتب عكارات بعد كده عندي بضاعة 28 ألف جنيه طبعا أعزائي الطلاب بضاعة أول المدة وبضاعة أول المدة بتظهر في حساب المتجرة في الجانب المدين هروح على طول على الجانب المدين في حساب المتجرة وكتب بضاعة أول المدة وكتب 28 ألف جنيه بعد كده عندي أعزائي الطلاب عمولة وكلاء الشراء 3000 جنيه وزي ما احنا عارفين عمولته كلاء الشراء بتظهر ايضا في حساب المتجرة في الجانب المدين هروح على الجانب المدين من حساب المتجرة واكتب تلات تلاف جنيه عمولة وكلاء الشراء. عند ايضا ديون معدومة والديون المعدومة تعتبر خسارة بتظهر في حساب الارباح والخسائر في الجانب المدين هروح على حساب الارباح والخسائر في الجانب المدين وزي ما اوضحنا قبل كده عزاء الطلاب حساب الارباح والخسائر بيظهر في بدايته ناتج حساب المتجرة اما في الجانب المدين مجمل خسارة او في الجانب الدائن مجمل ربح وزي ما احنا شايفين لسه ما وصلناش هل ناتج حساب المتجرة هيكون ربحة او خسارة فبالتالي بنكتب في خانة المدين بكتب حساب المتجرة مجمل خسارة وبكتب ايضا في الجانب الدائن حساب المتجرة مجمل الربح وبنتظر لحين تحديد ناتج حساب المتجرة عندي على طول في حساب الارباح والخسائر ديون معدومة زي ما احنا شايفين على الشاشة 4000 جنيه هسجل في الجانب المدين في حساب الارباح والخسائر 4000 جنيه ديون معدومة عندي بعد كده 34000 جنيه دائنون وزي ما احنا عارفين عزيزي الطلاب الدائنون بتعد ايه خصوم من الخصوم المتدولة هروح على الميزانية العمومية وضمن الخصوم المتدولة اكتب الدائنون 34000 جنيه في الجزئ وفي خانة البيان ضمن الخصوم المتدولة اكتب دائنون عندي بعد كده عزيزي الطلاب مسحوبات 14000 جنيه وزي ما اوضحنا المسحوبات بتخفض رأس المال فهروح على الميزانية العمومية في جانب الخصوم وحقوق الملكية واكتب رأس المال في واحد واحد وبعد كده اكتب زائد او ناقص لسه مش عارف هل ناتج حساب الارباح والخسائر هيكون ربحة او خسارة لان لو ربحة هضيفه على ناقص المال لو خسارة هترحم رأس المال فبسيب له مكان وبعدين انزل تحت شوية واكتب ناقص او طرح حساب المسحوبات بند من بنوط حقوق الملكية كامل مسحوبات 14000 جنيه واخدها بين قصين عشان تباني انها مطروحة عندي بعد كده ايراد عقار وايراد العقار بيظهر فين في جانب الدائن من حساب الارباح والخسائر هروح على حساب الارباح والخسائر وفي الجانب الدائن هكتب 7000 جنيه ايراد عقار عندي بعد كده المبيعات 100000 جنيه والمبيعات طبعا بتظهر في حساب المتجرة في الجانب الدائن هروح على حساب المتجرة في الجانب الدائن واكتب 100000 جنيه المبيعات عندي بعد كده 60000 جنيه نقدية بالخزينة والنقدية بالخزينة طبعا اصل من الاصول المتدولة بيظهر في الميزانية العمومية في جانب الاصول ضمن الاصول المتدولة هكتب الخزينة او النقدية بالخزينة واكتب مبلغها في الجزئ 60000 جنيه عندي بعد كده اجور ومهاية 20000 جنيه والاجور والمية تعتبر مصروفات طبعا بتظهر في حساب الارباح والخسائر في الجانب المدين هكتب 20000 جنيه حساب اجور ومهاية عندي بعد كده عزيزي الطلاب رأس المال 326000 جنيه وده طبعا رأس المال في بداية الفترة هروح على الميزانية العمومية في جانب حقوق الخصوم وحقوق الملكية واكتب رأس المال 326000 جنيه في الجزئي فاضل عندي معلومة اخيرة وهي خاصة ببضوعة اخر المدة بيقول لي فإذا علمت ان بضوعة اخر المدة قد ضرب بمبلغ 160000 جنيه وزي ما احنا عافينا عزيزي الطلاب بضوعة اخر المدة بتظهر في حساب المتاجرة في الجانب الدائم وفي الميزانية العمومية في جانب الاصول ضمن الاصول المتدولة هروح على الميزانية العمومية ضمن الاصول المتدولة واكتب في جانب الاصول ضمن الاصول المتدولة هكتب بضوعة اخر المدة ب160000 جنيه واروح ايضا على حساب المتاجرة في الجانب الدائن واكتب ايضا 160000 جنيه بضاعة اخر المدة بعد مرصات او وجهت كل الحسابات للحسابات الختابية والميزانية العمومية خدت كل الارصد ووضح امامنا لنا عزيزي الطلاب وضعت كل رصيد كل حساب في الحساب اللي يخصه او في الميزانية العمومية بعد كده ابتدي اجمع هروح على حساب المتاجرة واشوف هل الجانب المدين اكبر ولا الجانب الدائن هجمع الجانب المدين 200000 زائد 6000 زائد 5000 زائد 28000 زائد 3000 هيكون الناتج 242000 جنيه اجمع الجانب الدائن 5000 زائد 10000 زائد 100000 زائد 160000 هيكون الناتج 275000 جنيه الجانب المدين 242000 الجانب الدائن 275000 يبقى الجانب الدائن اكبر احط مجموع الجانب الدائن لانه اكبر في الجانبين اكتب 275000 275000 وبعدين اطرح بقى مجموع الجانب المدين اللي هو طبعا 242000 من 275000 من 275000 وطالما الجانب الدائن اكبر من الجانب المدين هيكون الناتج طبعا مجمل ربح هيطلع الناتج 33000 جنيه هيقفل في حساب الارباح والخسائر وبينكو سين اكتب مجمل الربح بعد ما حصلنا على مجمل الربح عزاء الطلاب هناخد مجمل الربح ونروح به على طول على حساب الارباح والخسائر في الجانب الدائن اكتب حساب المتجرة مجمل الربح 33000 جنيه وكده مش يكون عندنا طبعا مجمل خسارة وابتدي بعد كده اجمع الجانب الخاص بحساب المتجرة الجانب المدين والجانب الدائن علشان نشوف هلا يكون الناتج صافي ربح ولا صافي خسارة هجمع الجانب المدين هلاقيه 24000 جنيه الجانب الدائن 33000 زائد 7000 هيكون 40000 جنيه طبعا الجانب الدائن اكبر من الجانب المدين جانب الدائن 40000 الجانب المدين 24000 وبالتالي يكون الناتج صافي ربح أحط مجموعة الجانب الدائن لأنه الناتج مجموعة كبير هحطه في الجانبين 40 ألف 40 ألف جنيه هطرح الـ 24 ألف جنيه من الـ 40 ألف جنيه هيكون الناتج 16 ألف جنيه صافي ربح صافي ربح لأن الجانب الدائن أكبر من الجانب المدينة هيروح فين صافي ربح 16 ألف جنيه طبعاً هيظهر فيه الميزانية الأممية ضمن بنود حقوق الملكية هروح على الميزانية الأممية وفي جانب حقوق الخصوم وحقوق الملكية هقول زائد طبعاً صافي الربح وبنكم سيد كده وضح أنه جاي من حساب الأرباح والخسائر كام صافي ربح أعزائي الطلاب 16 ألف جنيه طيب لما نجمع بقى رأس المال في بداية السنة زائد صافي الربح ناقص المسحوبات هيكون الناتج أعزائي الطلاب رأس المال في نهاية السنة أو في 31 12 هيطلع كما أقول 326 ألف زائد 16 ألف جنيه ناقص 14 ألف جنيه هيكون الناتج 328 ألف جنيه ده رأس المال في نهاية السنة هروح بقى أجمع الأصول السابتة 80 ألف جنيه 80 ألف جنيه في شل العكرات وبعدين كمان أجمع الأصول المتدولة هيكون 70 ألف زائد 24 ألف زائد 60 ألف زائد 16 ألف 60 ألف جنيه نبدأ أخر المدة هيكون الناتج ست تلتمية واربعتاشر ألف جنيه أجمع الخصوم المتدولة هيكون الناتج اللي هو 32 ألف زائد 34 ألف هيكون 66 ألف جنيه زي ما أوضحنا عزائي الطلاب لازم مجموع الأصول يساوي مجموع الخصوم وحقوق الملكية وقلنا ممكن نقول إنها معادلة معادلة الميزانية زي ما بيقولوا أو بيطلق على المعادلة المحاسبية الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية وقلنا لازم الأصول تساوي الخصوم وحقوق الملكية لو حدث إن الأصول ما ساوتش الخصوم وحقوق الملكية هيكون عندي خلل أو خطأ حدث أثناء اعداد القوام المالية او اثناء اعداد ميزان المراجعة تعالوا نجمع مع بعض جانب الاصول 80 الف زائد 314 الف هيكون الناتج 394 الف جنيه اجمع جانب الخصوم وحقوق الملكية اللي هو لازم يطلع ايضا 394 الف جنيه عندي 328 الف زائد 66 الف مجموعهم ايضا 394 الف جنيه زي ما اوضحنا عزيزي الطلاب هيجيلي سؤال في الاختبار يقول لي عد الحسابات الختمية وعد حساب المتجرة اللي هي طبعا حسابات الختمية بتشمل المتجرة والارباح والخسار ويقول لي عد الميزانية العمومية هبتدي طبعا اخدوا الارصدة ووجه كل حساب او كل رصيد من الارصدة زي الحسابات للحساب اللي يخصوا من الحسابات الختمية او يوضع في مكانه في الميزانية العمومية وده سؤال مهم هيجي في الامتحان ان شاء الله وان شاء الله باذن الله ربنا وفقكم وتحلوه باذن الله بطريقة صحيحة طيب هل ناتج حساب المتجرة والارباح والخسار على طول بيكون صافي ربحة او صافي خسارة طبعا لا ممكن الناتج يكون عندي صافي ربحة او صافي خسارة ناتج حساب الارباح والخسار وايضا ناتج حساب المتجرة ممكن يكون مجمل ربحة او مجمل خسارة زي ما اوضحنا طيب ممكن يجيلي سؤال في الامتحان يقول لي عد القوام المالية بالطريقة التقلدية يعني الحسابات الختمية والميزانية العمومية لكن قبلها يطلب مني ان انا اعدي ميزان المراجعة طيب علشان اعدي ميزان المراجعة هبتدي اعمل ايه هصمم ميزان مراجعة طبعا بالارصدة مدين دائم اسم الحساب وبعدين ابتدي انقل كل الحسابات لميزان المراجعة ولو كان رأس المال في بداية الفترة مجهول هبتدي استنتجه من خلال هذه الارصدة وقلنا طبعا ان الارصدة المدينة بتساوي الارصدة الدينة يعني لازم مجموع الارصدة المدينة يساوي مجموع الارصدة الدينة في ميزان المراجعة تعالوا نشوف مثال امامنا الان على او سؤال ممكن يجينا في الاختبار في الفصل الدراسي الاول يطلب مني اعدي ميزان المراجعة والحسابات الختمية اللي هي المتجر وارباخ سائر والميزانية العمومية لكن قبل ما ننتقل السؤال تعالوا نشوف شكل القوائم اللي احنا عدناها الآن على الشاشة تعالوا نشوف مع بعض ده نموذك لحساب المتغرة اللي عدناها زي ما احنا شايفين مجموعة مجموعة الربح كان 30000 وطبعا المجموعة الجانبين 275000 جنيه بعد ما جمعنا الجانب المدين وجمعنا الجانب الدائن واستنتاجنا مجمل الربح لان كان الجانب الدائن أكبر من الجانب المدين كان الجانب المدين لو نفتكر مع بعض كان 242000 الف والجانب الدائن كان 275 الف والذلك كان عندي مجمل ربح تعالوا تشوف حساب الارباح والخسائر ايضا كان عندي طبعا ناتج حساب المتاجرة كان زي ما احنا شايفين مجمل ربح فوضعناه في حساب الارباح والخسائر في الجانب الدائن ب33 الف جنيه وطبعا الجانب الدائن كان مجموعة 40 الف جنيه والجانب المدين 24 الف جنيه الجانب الدائن اكبر من المدين فالنتج عندي طبعاً تلقى 16 ألف جنيه صافي ربح ضفنا على طول صافي ربح على رأس المال في بداية السنة واستبعدنا المسخوبات في الميزانية العمومية نتج عندي رأس المال اللي هو 328 ألف جنيه في نهاية السنة بعد كده مجموعة الأصول لازم يتساوز ما أوضحنا مع مجموعة الخصوم وكان ناتج الميزانية جانب الأصول 394 ألف والجانب الدائم في الخصوم 394 ألف أيضاً وقلنا لو أوضحنا لو جانب الخصوم وحقوق الملكية ما تساواش مع جانب الرسول يبقى فيه خطأ أو خلل حدث أثناء إعداد حساب المتجرة أو حساب الأرباح والخسائر أو ميزان المراجعة فهتبتد تراجع تاني وتتأكد أنت جمعت صح ووصلت لناتج المتجرة وناتج الأرباح والخسائر بطريقة صحيحة تعالوا نشوف مع بعض مثال أو سؤال بيطلب مني فيه أن أنا أعد الميزان المراجعة قبل ما أعد الحسابات الختمية وعد الميزانية العمومية السؤال الخامس بيقول لي استخرجت الأرصدة التالية من دفاتر منشأة البدر في واحد وتلاتين اتناشر عشرين عشرين وجايب لي طبعا الأرصدة وعايزك تركز معي ركزوا معي عزيزي الطلاب أن كل الأرصدة موجودة ولكن عندي رأس المال حطت أمامه علامات استفاهم يعني إيه؟ رأس المال مجهول وبالتالي حتى لو ما طلبش مني أن أنا أعد ميزان المراجعة علشان أقدر أوصل لرأس المال في بداية السنة بيقول لي في عايزة علمت أن مخزون آخر المدة قدرة بمبلغ عشرين ألف جنيه المطلوب طبعا زي ما أوضح له في سابق عد ميزان المراجعة عد الحسابات الختمية وإعداد الميزانية العمومية هبتدي بقى على طول عزيزي الطلاب أصمم حساب نموذج لميزان المراجعة وصمم يعني سطر بالمصدر والألم أسطر حساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية يبقى هنا هيزيد لإيه أن أنا هعد ميزان المراجعة تعالوا بقى نصمم مع بعض الحسابات زي ما احنا شايفين أمامنا الآن صممنا هنصمم ميزان المراجعة الأول عندي مدين ودان ودي طبعا أرصدت الحسابات وعندي اسم الحساب وبعدين أصمم بعدها على طول حساب المتاجرة ثم حساب الأرباح والخسائر ثم أعد أو صمم نموذج للميزانية العمومية طبعا لازم أكتب على كل نموذج أنا مصممه اسمه أحيانا بعض الطلاب ينسوا اسم الحساب لا ما تنساش لو بتعد حساب المتاجرة تكتب اسمه لو بتعد حساب الأرباح وخسائر تكتب اسمه بتعد ميزان المراجعة تكتب الاسم ما ينفعش أصمم النموذج أو أصمم القايمة ومكتبش لها إيه مكتبش اسمها علشان ده طبعا بعض الحسابات بتتشابه التصميم بتاع الخاص بحساب المتاجرة شبيب التصميم بتاع حساب الأرباح وخسار اللي بيختلف البيانات اللي فيه لما تترك اسم الحساب مجهول يبقى إيه النتيجة النتيجة طبعا إن حضرتك المصحح هيختلط عليه الأمر هل هو يقصب بحساب متاجرة هل يقصب بحساب أرباح وخسار ده يعتبر خطأ فني لابد من أنت تتدركه عزيزي الطالب تعال بقى نروح مع بعض نشوف إزاي هنعد ميزان المراجعة ونستنتج رأس المال في بداية السنة هنروح على الأرصدة عندي أول حساب على طول المشتريات مية وخمسين ألف جنيه هاجي على طول في المشتريات طبعا حساب طبيعته مدين هاجي في المدين في الأرصدة واكتب مية وخمسين ألف جنيه واكتب في البيان أو اسم الحساب المشتريات طبعا احنا قالين كل حساب له طبيعة الحساب اللي طبيعته مدين هتحط رصيده في المدين في ميزان المراجعة والحساب اللي طبيعته دائن هتحط رصيده في الدائن في ميزان المراجعة للمشتريات حساب طبيعته مدين هتحطنا رصيده في المدين تعالوا نشوف الحساب التالي مدينون أربعين ألف جنيه المدينون طبعا حساب طبيعته مدين يبقى في المدينون على طول حط في المدين أربعين ألف جنيه مدينون عندي بعد كده اراضي بمئتين واربئين الف جنيه والاراضي طبعا حسب حقيقة طبيعته مدين اكتب في المدين مئتين واربئين الف جنيه اراضي بعد كده عندي دائنون والدائنون حسب طبيعته دائن بتلاتين الف جنيه اكتب دائنون واجه في الجانب الدائن واكتب تلاتين الف جنيه رصيد الدائنون عندي بعد كده اربع تلاف جنيه مرضودات مشتريات ومرضودات والمشتريات حسب طبيعته دائن هكتب في الارصدة في الدائن اربع تلاف جنيه مرضودات المشتريات عندي بعد كده مرضودات المبيعات هكتب طبيعته مدين هاجع على طول في المدين في الارصدة اكتب ست تلاف جنيه اللي هو رصيده في مرضودات المبيعات بعد كده عندي تسعين الف جنيه سيارات والسيارات هساب طبيعته مدين هكتب على طول في الارصدة في المدين تسعين الف جنيه سيارات عندي خمسة وعشرين الف جنيه مخزون اول مدة او بضعة اول المدة على طول طبعا رصيدها مدين هكتب مخزون اول المدة واكتب رصيدها خمسة وعشرين الف جنيه في المدين عندي بعد كده مصاريف نقل مشتريات طبعا حساب مدينة المصرفات مدينة بطبيعتها في الارصدة في المدين هكتب اربع تلاف جنيه مصاريف نقل مشتريات في ميزان المراجعة عندي بعد كده ايجار ست تلاف جنيه حساب بطبيعته مدينة هكتب ست تلاف جنيه في الارصدة في المدين مصروف ايجار عندي بعد كده عشر تلاف جنيه مسحوبات والمسحوبات حساب بطبيعته مدين هكتب مسحوبات في خانة البيان واكتب على طول عشر تلاف جنيه في المدين عندي بعد كده اراد اوراق مالية خمس تلاف جنيه حساب بطبيعته دائن هكتب اراد اوراق مالية وفي الدائن اكتب خمس تلاف جنيه عندي بعد كده اه مية ستة وستين الف جنيه مبيعات طبعا حساب بطبيعته دائن المبيعات هكتب في البيان المبيعات واكتب في الدائن مية ستة وستين الف جنيه عندي النقدية بالخزينة ابتدي اصمم تاني اكمل معايا اكمل معايا الحساب تاني الميزان المراجعة زي ما احنا شايفين امامنا الآن عزيزي الطلاب اكمل بعد المبيعات عندي اه حساب النقدية بالخزينة خمسين الف جنيه حساب بطبيعته مدين هروع على طول على الارصدة في المدين واكتب خمسين الف جنيه حساب النقدية بالخزينة او على طول حساب الخزينة عندي بعد كده مرتبات والمرتبات مصروف بعشر تلاف جنيه ايضا رصيده مدينة اكتب عشر تلاف جنيه واكتب مرتبات في اسم الحساب فاضل عندي حساب رأس المال اللي انا هستنتج قمته من ميزان المراجعة اكتب رأس المال في البيان وانتظر علشان استنتج ايه استنتج رصيد حساب رأس المال من ميزان المراجعة هبتدي عزيزي الطلاب اجمع الارصدة المدينة واجمع الارصدة الدينة زي ما احنا شايفين عندي ارصدة مدينة وعندي ارصدة دينة الارصدة المدينة كاملة الارصدة الدينة نقص فيها رأس المال احنا عارفين من رأس المال حساب بطبيعته دين اجمع بقى الارصدة هجمع ارصدة حساب او ميزان المراجعة المدينة هلاقي مجموعة الارصدة المدينة 150 زائد 40 الف زائد 240 الف زائد 6000 90 الف زائد 25 بالقالة الحزبة معايا زائد 6000 زائد 4000 زائد 10 000 زائد 50 000 جنيه ناديها بالخزينة زائد المرتبات 10 000 جنيه هلاقي مجموعة جانب المدين 631 الف جنيه هكتب بقى هنا كده في الجانب المدين 631 الف جنيه وطبعا لازم مجموعة الارصدة المدينة يساوي مجموعة الارصدة الدينة وبالتالي مجموعة الارصدة الدينة ايضا هيكون 631 الف جنيه انا عايز استنتاج بقى عزيزي الطلاب رأس المال استنتاجه ازاي اجمع بقى باقي الارصدة هجمع عندي هو هجمع الدينون 30 000 زائد ما احنا شايفين والمرضودات المشترات 40 000 زائد 5000 زائد 166 الف جنيه المبيعات هيكون الناتج 205 الف يبقى زي ما احنا شايفين مجموعة الجانب المدين 631 الف جنيه ومجموعة الجانب الدائن بدون رأس المال 205 الف جنيه هستنتج بقى الفرق بين 631 الف جنيه وال205 الف هيكون رأس المال في بداية الفترة اللي هو هيطلع 426 الف جنيه كده انا وصلت لرأس المال في بداية الفترة ابتده ادرجه على طول في ميزان المراجعة 426 الف جنيه رأس المال يبقى زي ما اوضحنا عزيزي الطلاب المطلوب الاول لو طلب مني ازاي يعد ميزان المراجعة على طول بصمم نموذج لميزان المراجعة بالارصدة مدين دائن اسم الحساب ابتده ااخد الارصدة من الارصدة اللي ظهر عندي بالسؤال او بالتمرين وانقنها في ميزان المراجعة الرصيد المدين احط في المدين والرصيد الدائن احطه في الدائن وطبعا اوضحنا قبل كده طبيعة الحسابات وقلنا ان هناك حسابات طبعيتها مدينة وبالتالي لازم يكون رصيدها مدين وحسابات طبعيتها دائنة لابد يكون رصيدها دائن في ميزان المراجعة بعد ما عديت الارصدة المدينة والارصدة الدائنة جمعت الارصدة المدينة وجمعت الارصدة الدائنة بدون رأس المال هيكون الفرق بينهم هو رأس المال في بداية الفترة واتعرفنا ازاي او وصلنا في التمرين اللي امامنا الان او في سؤالنا اللي معانا ان رأس المال مجموعه زي ما اوضحنا طلع ربعمية ستة وعشرين الف جنيه طيب هنروح بعد كده نعد بعد ميزان المراجعة بعد ما عدينا ميزان المراجعة هنروح بقى نعد الحسابات الختمية احنا توصلنا خلاص لرأس المال ربعمية ستة وعشرين الف جنيه هنعد الحسابات الختمية المتجرة والارباح والخسائر ثم نعد بعد ذلك الميزانية العمومية هنروح بقى على طول اعزائي الطلاب على الارصدة في ميزان المراجعة ونعمل توجيه وحساب لكل رصيد في الحساب اللي خصه او لو هو حساب من ضمن او بند من ضمن بنود الميزانية العومية نعمل له توجيه للميزانية العومية تعالوا نشوف معنا الارصدة وعندي مشتريات مية وخمسين الف جنيه هنروح بقى على طول المشتريات طبعا حساب بطبيعته مدينة زي ما اوضحنا وبيظهر في حساب المتاجرة هروح على حساب المتاجرة في الجانب المدين واكتب مية وخمسين الف جنيه المشتريات عندي بعد كده مدينون وطبعا المدينون اربعين الف جنيه زي ما احنا شايفين امامنا الان اربعين الف جنيه مدينون هروح على طول على الميزانية العمومية ضمن الاصول المتدولة واكتب مدينون واحط في الجزء مبلغها اربعين الف جنيه عندي بعد كده اراضي والاراضي اصل من الاصول السابتة بمتين واربعين الف جنيه هروح ايضا على الميزانية في الجزء ضمن الاصول السابتة اكتب في الجزء 240 الف جنيه واكتب اراضي في خانة البيان عندي بعد كده دائنون والدائنون خصم من الخصوم المتدولة في الميزانية هروح على الخصوم المتدولة في الجزء واكتب 30 الف جنيه دائنون عندي بعد ذلك 4000 جنيه مرضوضات المشترات واوضحنا قبل كده ان مرضوضات المشترات بتظهر في حساب المتجرة في الجانب الدائم اروح على حساب المتجرة في الجانب الدائم واكتب مرضوضات في البيان المشتريات ب 4000 جنيه عندي بعد كده مرضوضات المبعات ومرضوضات المبعات مدينة ايضا بتظهر ضمن حسابات او حساب المتجرة هروح في حساب المتاجرة في الجانب المدين وحط 6000 جنيف في خانة المبلغ واكتب في البان مرضوضات المبيعات بعد كده عندي 90 ألف جنيه سيارات والسيارات طبعا أصل من الأصول السابتة بيظهر في حساب أو في الميزانية العمومية ضمن الأصول السابتة اكتب في المبلغ في الجزء 90 ألف جنيه سيارات عندي بعد كده 25 ألف جنيه مخزون أول المدة ومخزون أول المدة طبعا بيظهر في حساب المتاجرة في الجانب المدين اكتب مخزون أول المدة بمبلغه في خانة المبلغ 25 ألف جنيه عندي بعد كده مصاريف نقل المشتريات ومصروف نقل المشتريات من ضمن بنوة حساب المتاجرة بيظهر في حساب المتاجرة في الجانب المدين هروع على حساب المتاجرة في الجانب المدين اكتب أربعة تلاف جنيه مصاريف نقل مشتريات عندي بعد كده مصروف الإيجار ومصروف الإيجار من ضمن بنوة حساب الأرباح والخسائر نروع على حساب الأرباح والخسائر في الجانب المدين ونكتب ست تلاف جنيه مصروف وطبعا كلمة ميم الرمزي ميم ده بيرمز لمصروف مصروف إيجار عندي بعد كده عشر تلاف جنيه مسحوبات والمسحوبات طبعا بتخفض حقوق الملكية هنذهب للميزانية العمومية ونكتب طبعا رأس المال في واحد واحد اللي احنا توصلنا له اللي هو ربعمية ستة وعشرين ألف جنيه وصلنا له من ميزان المراجعة زي ما أوضحنا في سابق وابتدي بعد كده أوضح أن أنا هطرح المسحوبات والمسحوبات عندي عشر تلاف جنيه هحطها بنكوسين عشان يبقى واضح أن أنا هطرحها بعد كده عندي إراد أوراق مالية خمس تلاف جنيه وإراد الأوراق المالية بند من بنود حساب الأرباح والخسائل في الجانب الدائن على طول هدرج خمس تلاف جنيه إراد أوراق مالية بعد كده عندي حساب مية ستة وستين ألف جنيه المبعات والمبعات بند من بنود حساب المتجرة دائم بطبيعته هيظهر في الجانب الدائم في حساب المتجرة مية ستة وستين ألف جنيه المبعات عندي بعد كده نأدية بالخزينة خمسين ألف جنيه ونأدية بالخزينة طبعا أصل من الأصول المتدولة هيظهر في الميزانية ضمن الأصول المتدولة مقضية بالخزينة بخمسين ألف جنيه عندي مرتبات عشر تلاف جنيه مرتبات والمرتبات طبعا بند من بنود حساب الأرباح والخسائر هنروع على طول على حساب الأرباح والخسائر ونسجل في الجانب المدين عشر تلاف جنيه مصروف مرتبات بهذه الطريقة زي الطلاب خدنا كل الأرصدة وعملنا لها توجيه محاسبي للحساب اللي خصها أو إذا كانت من بنود الميزانية أدرجناها في الميزانية فاضل عندي نقطة أخيرة ودي طبعا تبقى معلومة مضافة دايما ما بتبقاش من ضمن بنود ميزان المراجعة وهي الجزئية الخاصة بمغزون آخر المدة أو بضاعة آخر المدة دا من بضاعة آخر المدة لأن احنا طبعا دا ميزان المراجعة بعد التسويات بيكلمني عنها بعد الميزان وبيقول لي أن بضاعة آخر المدة قدرت بمبلغ كذا هنا عندي في التمرين بيقول لي بضاعة آخر المدة أو مغزون آخر المدة قدرة بمبلغ عشرين ألف جنيه طيب مغزون آخر المدة بيظهر فين؟ بيظهر في حساب المتجرة في الجانب الدائم وفي الميزانية العمومية ضمن الاصول المتدولة يبقى ما نساش اعزائي الطلاب مخزون اخر المدة هيظهر معايا مرة في حساب المتجرة في الجانب الدائم وفي الميزانية العمومية ضمن الاصول المتدولة هروح على طول بقى على حساب المتجرة في الجانب الدائم واكتب مغزون اخر المدة بمبلغه في خانة المبلغ 20 الف جنيه وايضا على طول على الميزانية العمومية هكتب ايضا ضمن الاصول المتدولة 20 الف جنيه مغزون اخر المدة بعد ما عملت توجيه محسابي لكل رصيد وجهته الحساب اللي خصه او للميزانية العمومية حسب طبيعته وحسب المكان اللي بدرج فيه هبتدي اجمع طبعا حساب المتجرة هجمع الجانب الدائم والجانب المدين ومجموعة الجانب الاجبر هدرجوا فين في الجانبين وبعدين هشوف هل الناتج هيبقى مجمل ربح او مجمل خسارة تعالوا نجمع مع بعض ونشوف هل ناتج حساب المتجرة هيكون مجمل ربح او مجمل خسارة تعالوا نشوف هروح على الجانب الدائم اربع تلاف زائد مية ستة وستين الف زائد عشرين الف جنيه هجد ان مجموعة الجانب الدائم مية وتسعين الف جنيه طيب مجموعة الجانب المدين مية وخمسين زائد ستة الف جنيه زائد خمسة وعشرين الف زائد اربع تلاف جنيه هيكون مجموعة مية خمسة وتمانين الف جنيه يبقى الجانب المدين مية خمسة وتمانين الف والجانب الدائن 190 ألف طيب الهون الأكبر طبعا الجانب الدائن وبالتالي الناتج يكون عندي مجمل ربح هحط مجموه الجانب الكبير في الجانبين 190 ألف جنيه 190 ألف جنيه اللي هو طبعا مجموه الجانب الدائن عشان يظهر عندي هنا الناتج مجمل ربح اللي هيقفل في حساب الأرباح والخسائر بنكوسين اكتب مجمل ربح هطرح بقى 190 ألف هشيل منهم المية 85 ألف اللي هو مجموع الجانب المدين هيطلع عندي على طول الناتج 5000 جنيه مجمل ربح طيب مجمل ربح ده يروح فين على طول أخذه وأدرجه في حساب الأرباح والخسائر في الجانب الدائن لأنه ربح في الجانب الدائن أكتب حساب المتاجرة مجمل الربح وأكتب الخمس تلاف جنيه اللي هم مجمل الربح وبالتالي مش هيكون عندي مجمل خسارة أبتدي أجمع الجانب المدين وأجمع الجانب الدائن لحساب الأرباح والخسائر عشان نشوف هل الناتج هيكون ربح ولا هيكون خسارة هل الناتج هيكون صافي ربح ولا صافي خسارة تعالوا نجمع مع بعض الجانب الدائن عند الجانب الدائن 5000 زائد 5000 جنيه 5000 ناتج حساب المتاجرة اللي هو مجمل ربح زائد 5000 جنيه إراد أوراق مالية الناتج 10.000 جنيه الجانب المدين عندي 6.000 جنيه مصروف ايجار و10.000 جنيه مصروف مرتبات يعني الجانب المدين 16.000 جنيه والجانب الدائن 10.000 جنيه طالما ان الجانب المدين اكبر من الجانب الدائن يبقى هيكون ناتج حساب الارباح والخسائر عندي في هذه الحالة صافي خسارة طيب على طول احط مجموع الجانب المدين في الجانبين لانه هو الاكبر 16.000 جنيه 16.000 جنيه وهيكون الناتج عندي في الجانب الدائن على طول هيكون عندي صافي خسارة صافي خسارة بكام 16.000 ناقص 10.000 جنيه هيكون الناتج 6.000 جنيه صافي خسارة طيب صافي الخسارة ده بيعملين يا ازياد الطلاب بيدرك في حقوق الملكية في الميزانية العمومية طيب لما يكون عندي صافي ربح بضيفه على رأس المال طيب لما يكون عندي صافي خسارة هتخفض رأس المال يبقى صافي الخسارة هيطرح من رأس المال في بداية السنة في الميزانية العمومية ضمن بنوت حقوق الملكية هروح على طول بقى على الميزانية العمومية زي ما هي امامنا الآن واقول كده في جانب حقوق الملكية يقول هنطرح كده هو هيبقى سالب صافي الخسارة وطبعا جاي من حساب الارباح والخسائر وصافي الخسارة 6.000 جنيه وهضعوا بين كوسين عشان يبقى واضح ان هو ايه هيطرح على طول بقى قدر استنتج رأس المال في واحد وتلاتين اتناشر حاجة على طول اجمع بقى اقول ربعمية ستة وعشين الف آآ ناقص ستة الاف جنيه بالقال الحسبة اجمع معايا ناقص آآ عشر تلاف جنيه اللي هما المسحوبات هيكون الناتج رأس المال في نهاية الفترة او في واحد وتلاتين اتناشر اللي هيكون عندي طبعا بربعمية وعشر الف جنيه ابتدي طبعا اجمع الاصول السابتة الاصول الاصول السابتة ميتين واربعين الف زائد تسعين الف هيكون الاصول السابتة مجموعها تلتمية وتلاتين الف جنيه اجمع الاصول المتدولة اربعين الف جنيه زائد خمسين الف جنيه زائد عشرين الف جنيه هيكون الناتج مية وعشرة الف جنيه اجمع الخصوم المتدولة 30 ألف جنيه ما فيش غيرها اللي هم دائنون هاوضع 30 ألف جنيه في الكل وزي ما وضحنا عزيزي الطلاب أنا في الآخر لازم المجموع الجانب الكل في الأصول يساوي مجموع الكل في جانب الخصوم وحقوق الملكية هاجمع 330 ألف زائد 110 ألف هيكون الناتج في جانب الأصول 440 ألف جنيه في جانب الخصوم 410 ألف زائد 30 ألف جنيه هيكون جانب الخصوم وحقوق الملكية أيضا 440 ألف جنيه زي ما أوضحنا عزيزي الطلاب لازم مجموع الأصول يساوي مجموع الخصوم وحقوق الملكية ويا ريت نكتب المعادلة دي هات مع بعض اكتب الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية سؤال القوائم المالية سؤال مهم جدا ولا يخلق امتحان أو اختبار من الاختبارات في الفصل الدراسي الأول من هذا السؤال يبقى اتدربنا على إزاي بنعد الحسابات الختمية والميزانية العمومية وأوضحنا يا عزيزي الطلاب أن ناتج طبعا حساب المتجرة بيظهر في حساب الأرباح والخسائر وناتج حساب الأرباح والخسائر سواء كان صافي ربح أو صافي خسارة لو صافي ربح بيضاف على رأس المال في بداية السنة ولو صافي خسارة بيطرح من رأس المال وطبعا خدنا شكلين مختلفين أو تمرينين اتدربنا فيهم عرفنا أن ممكن ناتج حساب الأرباح والخسائر يطلع خسارة ولو طلع خسارة طبعا هتطرحه من رأس المال وخدنا تمرين أيضا قلنا لو طلع صافي ربح بضيفه على رأس المال أخب بالي من هذه الجزئية علشان ما أخطأش في الامتحان طيب الجزئية الثانية المهمة السؤال الخاص اللي ممكن يجيلي فيه ميزان المراجعة ممكن يجيلي فيه سؤال من الأسئلة يديني أرصدة ويديني رأس المال في بداية الفترة اللي هو طبعا بيبقى بند من بنود ميزان المراجعة مجهول وعايزنا نستنتجه أستنتجه إزاي على طول هتجمع الأرصدة المدينة وهتجمع الأرصدة الدينة وفي الحالة دي يكون مجموعة الأرصدة المدينة أكبر من مجموعة الأرصدة الدينة وهيكون رأس المال بالفرق بين مجموعة الأرصدة المدينة والأرصدة الدينة زي ما أوضحنا في التمرين مش عايز القلق ينتبكم الامتحان بيكون بسيط وسهل وما فيش أي مشاكل تعالوا نشوف مع بعض بقى شكل الحسابات أو القوامل اللي احنا عدناها حساب المتجرة وحساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية وبعدين نشوف إيه اللي ممكن يجي لنا في الاختبار تاني في اختبار الفصل الدراسي الأول تعالوا نشوف بسرعة كده مع بعض ده حساب المتجرة زي ووضحنا وده حساب الأرباح والخسائر وده حساب أو قيمة المركز المالي أو الميزانية العمومية بهذا الشكل أعزائي الطلاب في الختام أدعو الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في توضيح فكرة بسيطة وملخصة عن شكل اختبار الفصل الدراسي الأول وأتمنى لكم النجاح والتوفيق وإلى أن نرقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة